محمد سيف؟ انتهت احتفالات الزمانك ولا لسه؟ انتهت من الزمان؟ لا ما انتهتش انتهت مع أمس الكابتن أحمد سليمان قال إحنا محققين سوبر الأبطال وقايين لبطولة أقل ما تاخدش تصريح أي عضو مجلس تجارة ده لاي ما اخدش تصريح؟ رجل مسؤول رجل مسؤول المسؤول أن يكون تصريح مسؤول يا واحد أنت عشانت عندك مسؤولين برضو تصريحاتهم مش مسؤول مسؤولين أنت صريحاتهم مش مسؤولة واحدوا بمجلس إدارة هو فرحان جايز هو الفرحان جايز هو واحده فرحان قلت لك الفرحان؟ ليه ما اخدها بقى نسى أقول أن الناس بلك عايش الفرحة وبعدين هي الفرحة ايه 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 معنى الفرحة للنسبة أصداها يعني هل معناها أنه كل يوم في فرح وزغريته لا انت عايش النشوة انك أفضل خلاص حذر يعني احنا حنشوفها ازاي دي انا حشوفها ازاي يعني اتشوفها ازاي يعني حشوفها في معكوسة في تصريحات المسؤولين عن الفريق مسؤولين عندت مسؤول واحد واحد اللي جبناه بارح في التاريخ واحد لكن لو قلتني أن الخمستاشر عضو اللي بعتاشر وثلاثاشر تلعوا كلهم وعادين وهم بتكلموا عاملين كده وفرحانين قوي قولي فرحة موجودة لو عليك عدت كلهم عنها دي الزمالك وليت بقولي عليك فيه فرح وفيه شربات وفيه زغريط وفيه مشاعف مهلبية وبتاع يبقى الفرحة لسه موجودة مفيش لكن هي هي فيه مهلبية لما مهلبية اه فيه اه اوكي اه اه اوكي اوكي عايش طبع وحيات اوكي والله بعد الخاصة بعد الخاصة مهلبية ولا حاجة تانية يا سيد المسألة النهاردة وفتلك ايه اه لا خلي نكمل خلي المسألة يعني نترك ايه زمالك عايشت نشرة الفرح لسه عايشت في الفرح ومسألة فرح فترة او الجمهور فرح فترة وانتهت الموضوع على كده وبلغت تستعد لما هو بعد ذلك انت شايف الزمالك بكرة ايه مع كابتن هنف زي ما هو قال المسألة متكافئة جدا وفوز احدهم على الاخر بكرة لا يمثل اي مفاجأة لا مش مفاجأة فيش مفاجأة خالص بكرة وما فيش وما فيش فرقة فعلا في الاتنين هنقول سبك بقى من التاريخ والعدل مرات الفوز ما اقول لها مش مفاجأة يشوف علي ويضحك فمعرفش الضحكة دي وانه يشوف علي معرفش لا اولا انا عايز يسمع الزخريت بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة